جات لي بعض القراء والتعليقات اللي باحترمها جدا اللي بتقول اني ربما اكون مستخدم في الخلفية حاجات اكتر من اللازم بينما انا عن نفسي شايف حتة فاضية هنا في الحيطة هتكتب على جنان اهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو The Dig الفحت او لو عاوزين تمشوا عالترجمة بتاعة نتفلكس يبقى التنقيب فيلم The Dig بيحكي قصة اكبر كشف اثري في تاريخ بريطانيا وهو اللي حصل في موقع ساطن هو ارب وودبرج في سافولك في انجلترا انزل عب منع مرياض بس مش هتغلب في سنة 1938 السيدة ايدث بريتي بتستعين بالمنقب بازل براون لكشف لغز بعض الارتفاعات في ارض مملوكة ليها بازل براون هو ترشيح من متحف المدينة اللي كان بيحاول ينفض للموضوع لانهم ما كانوش شايفين ان الموضوع ليه اي اهمية ولانهم كانوا مركزين على حاجات اهم منها الحفاظ على التراث الانجليزي امام الحرب العالمية التانية اللي اصبحت محتومة ولكن بازل براون سريعا بيوافق ايدث على ان غالبا تحت الارض دي فيه كنز مهم ومع ظهور بشاير الكنز ده المتحف البريطاني نفسه بيبدي اهتمامه بالاشراف على عملية التنقيب وهنا بينشأ صراع على من هم اصحاب الفضل الحقيقيين في الاكتشاف ده بجانب صراعات اخرى عاطفية ودرامية تخص ابطالنا فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم دا ديج هو دراما راقية جدا وهدية جدا ولكن الحمد لله مش لدرجة النوم نقدر نقول ان الاحداث كلها قائمة على 3 ركائز الركيزة الاولى هي قيمة الاكتشاف واللي زي ما قلت مهم جدا اللي بيتفرج يكون عارف ان ده اهم اكتشاف اثري فيه تاريخ بريطانيا ليه قيمة وتاريخ وقصص كتير ويعد السبب الرئيسي في شهرة المدينة اللي تم فيها الاكتشاف بالاضافة لانه رفع الغطاء عن بعض الحقائق التاريخية المذهلة الركيزة التانية هي الدراما والتعقيدات اللي بتحيط بالشخصيات شخصياتنا اللي بتبتدي بعدد محدود جدا ولكنها سريعا بتنتفخ عندنا علاقة مركبة جدا ما بين ايدث وما بين بازل براون عندنا علاقة تانية ما بين بازل براون وما بين مراتو وبعدين قسرة المتحف اللي بتيجي لموقع التنقيب بتجيب معاها تعائدات كتير وهنا لسه اقصد التعقيدات الدرامية والعاطفية لان الجانب الاخر من التعقيدات دي بيشكل الركيزة التالتة في الاحداث بتاعتنا وهي ركيزة الصراع مين صاحب الفضل الاول ومين صاحب الفضل الاكبر الكنوز دي مكانها فين مين اصلا صاحب الكلمة العليا ومين صاحب القرار وما بين التلات ركائز دول عندنا رابط جميل جدا وهو عدد من التساؤلات الوجودية تخص التاريخ والحاضر والمستقبل تخص رغبة الناس في تحقيق ذاتهم وخفهم من انهم يتنسوا واعتقد ان الرابط ده هو اهم انجازات الفيلم الدرامية لانه بيزيد في تقلق الركيزة الافضل وبيرفع من شأن الركائز المترنحة والركائز المترنحة دي هي قيمة الاكتشاف وسراع الكلمة العليا مشكلة قيمة الاكتشاف ان هو بيحصل بسرعة والاجواء الهادية العامة بتاعت الفيلم مدتلوش لحظات تفجر يعني الاكتشاف بيحصل وقمته بيتم شرحها والمشاهد ممكن ما ياخدش باله لانه في ذهنه هو منتظر حاجة اقوى من كده اما صراع الكلمة العليا فهو صراع متحضر جدا لا فيه خناء ولا فيه انفعال لذلك برضو ممكن اهم لحظاته تعدي والمشاهد ما ياخدش باله لانه في ذهنه منتظر لحظة اكبر من كده مش لازم يعني تكون جلسة في محكمة ومش لازم الشخصيات تنحر من قلبها بس على الاقل ما تكونش على نفس درجة مشاهد الشخصيات وهم بيفطروا نفس الطبيعة الهادية دي هي اللي خدمت الركيزة التالتة ركيزة الدراما والتعائدات والشخصيات لانها اديتها درجة مرتفعة جدا من الرقي زي ما قلنا ومن الواقعية وهنا اقصد واقعية الشخصيات اللي بتحاول تعيش حضرها ولكن بيتم متردتها من مضيها وبتعاني من الخوف من المستقبل هنا فعلا فيه لحظات كتير مهمة ممكن تعدي والمشاهد ما ياخدش باله منها بس المرة دي بدل ما دايكون عيب بيبقى من اسرار السحر ومن اسرار الخصوصية في نفس الوقت ان كل مشاهد يخلق معاها العلاقة اللي تريحه لانها في اغلب الاحيان مش مشروحة وان كان فيه ادوات كتير بتخدمها فيه مقدمتها الاداء التمثيلي العملاق من الابطال ومش من ضمنها الحركات الغريبة للمخرج كان مصمم عليها مخرج فيلم دا ديج هو سايمون ستون ودي تاني تجاربه السينمائية الطويلة وصعب قوي اي حد يتفرج على الفيلم دا من غير ما يحس بوجود المخرج ودي زي ما اتفقنا في مرات كتير قبل كده ساعات بتكون حاجة كويسة وساعات ما بتكونش حاجة كويسة هنا هي ميالة شوية لناحية الحاجات اللي مش كويسة لان الفيلم مليان ابتكارات على مستوى التصوير وعلى مستوى المونتاج على مستوى التصوير احنا بنعتمد بشكل كبير على اللقطات المقربة المتحركة ودي مدرسة بتعيش المشاهد داخل كل مشهد بتركز قوي على ملامح وتعبير كل شخصية وبتحسس المشاهد ان هو واقف في وسطهم وبيختار الزاوية اللي يبص منها كمان دا بيبقى مفيد عادة في الافلام اللي بيتوفر فيها عنصر الخطر وعنصر الخطر في فيلم ذا ديج موجود ولكن مش بنفس القدر بتاع افلام اخرى تم استخدام فيها نفس التكنيك زي The Thin Red Line مثلا او The Revenant فهنا انا مقدرتش افهم اوي هو كان بيساهم بايه خصوصا كمان لما نضيف تقنيات المونتاج المستخدمة واللي فيها L-Cuts وجي-Cuts كتيرة جدا والL-Cuts داية هي الانتقال من مشهد للتاني مع استمرار الصوت بتاع المشهد الاول والجي-Cuts هي ظهور الصوت بتاع المشهد التالي قبل الانتقال لي دي تقنيات بيتم استخدامها انتصارا للوسيط البصري هنا المخرج بيحاول يقولكم ان اللي بتشوفوه هو الاهم او هو الاكثر تعبيرا عن اللي بتسمعوه وعلى كل الاحوال ما بيتمش استخدامه بالكثافة دي هنا الموضوع وصل لدرجة العمال على بطال وصل فعلا لدرجة ان هو بقى بيربكني بجد حسيت في بعض الاحيان ان المشكلة عندي انا وان الصوت والصورة مش مسنكين عشان ما كنش مكحف اوي عاوز اقول ان التقنيات المونتاج والتصوير دي خدمت حاجة واحدة وهي الاحساس العام الملحمي سواء في اجواء الفيلم العامة او في علاقات الشخصيات مع بعض حاجة كده ممكن يكون المقصود منها هو انها تعيشنا في اجواء الكلاسيكيات الانجليزية ولما نضم عليها الطبيعة الهادية بتاعت الاحداث بشكل عام يبقى غالبا هو ده اللي كان مقصود بس مش ضروري اتفق انه كان فعال على مستوى التكسيد فالتحديات التمثيلية اللي تواجدت في الفيلم اقل بكتير من امكانيات الممثلين نفسهم كاري مولجن اجادت بشكل كبير في التحول البطيء اللي بيحصل لشخصيتها بين شابلن عنده دور مثير للاهتمام وفكرني جدا بهانك ازاريا في فرينز ليلي جيمز عندها دور كويس برضو شخصيتها عندها تعايدات معقولة رغم انها تقدمت متأخر شوية بس نجمي الفيلم بالطول والعرض هو رالف فاينز اولا لان شخصيته هي الافضل على مستوى التصميم والتعايدات اللي في تفاصيلها مش كتير بنشوفها لان سهل اوي لما يتقدم لكم الفيلم ده تتخيلوا انه هو الشخصية المسيطرة على موقع التنقيب كله بينما في الحقيقة هو الحلقة الاضعف وهو اللي حياته مليانة قلم ومليانة صراعاته ومليانة رغبة في تحقيق اي شيء والفيلم ما بيحتاجش مشاهد كتير عشان ينقل ده الثواني الاولى من الفيلم اصلا اللي بنقضيها مع رالف فاينز من غير ما ينطق ولا كلمة بتشرح كل ده بدون تقنيات تصوير معقدة ومن غير منتاج يخليك تشك في نفسك وتقوم تريستارت التلفزيون هو بس كده زي ما تقول راجل ممثل عملاق عبر ففهمنا ذا ديج فيلم كويس جدا ولكنه بطيء جدا وهادي جدا والبطء والهدوء دول مش دايما بيخدموا اهدافه ولكنهم على الاقل ارحم من الحركات الكتير اللي فايدتها ما كانتش كبيرة ولو قسمة من احداثنا كان مهتم باصحاب الانجازات العملاقة اللي ما بياخدوش حقهم فاعتقد ان دي مناسبة جيدة جدا لتكريم رالف فاينز اللي رفع من شأن الفيلم درجات كتيرة جدا فوق ما يستحقه وخلى اقل لحظات الفيلم بشكل عام هي المشاهد اللي هو مش موجود فيها تقييمي لفيلم دا ديج هو 7 من 10 ولكنه بكل تأكيد ينتمي للجانب الايجابي في اجندة نتفلكس لحد دلوقتي في منقشة الحلقة حرجع تاني لتكريم رالف فاينز يترى في رأيكم ايه هي افضل ادواره ياريت تسهموا في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوجو وبي باي